اشتركوا في القناة تحقيق محبة وسلام من الرب يسوع المسيح لكل شخص قرر يتابع حلقة اليوم من برنامج اكتر من كلام على امل انه يكون موضوع حلقتنا لليوم سبب بركة وتعزية للجميع شو بتفهم من كلمة الحرية لأي مدى تشعر انه انت شخصيا حر تعمل شو ما بدك بحياتك شو بتفهم بكلمة حرية؟ يعني اعمل اللي انا بريحني بس ما اقزي غيري حرية هي الاستقلال والاستقلال هو الحرية واحد بيكون حر بس بمسؤولية مش انه حر على زوجه يعني يكون مسؤول بمسؤولية هالحرية معنى طب حرية؟ يعني شو بدي بحكي بتعني كل شيء؟ الحرية هي بتعني كل شيء بالحياة بتبلش من انت وبالمدرسة لتموت تكون عندك حرية يعني حرية بديناك حرية بسياستك حرية بشغلك الحرية هي دين اساسي الحرية بتعني لي الله والوطن والعائلة الانسان هو بحسب نعلبه اذا هو حر أو لا هو في خلي حاله يكون حر أو هو بيخلي حاله معيد بس فيها حرية واحدة لكل العالم والعالم هي بتناهي أین أعتقد ان كل شيء كل شيء يمكن الهواتف انت جائع لبقاء وليس جانين انت جائع 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 انت خلوا في كل شيء انت معين جائع انت بخبضي أنت سوء وليس جائع لأي مده بتحس حالك حر حالا مفي حدا حر حاليا مفي حدا حر كلنا مأيدين تحييز الحر بس سياسيا لا الحرية إلى حدود يعني الحدود واحد يعرف تصرف فيها أكيد بحس حالي كتير حر أعمل كتير إش يعني بحس الحرية هي استقلالية هي أول شيء سأب النفس الحرية إلى حدود كمان مثل ما بقوله بتنتهي حريتك بس تبلش حالية لآخر كل إنسان بيعتبر حاله أنه حره بوقت البدوية بيعمل يعني بيعتبر حاله أنه في عم بدوية الحديد ما عود دايق غيري حره أعمل بدوية بس في حدود أنه ما أتعدى على غيري ولا زي حدا كل شي يكون ضمن العقل وضمن الواحد يفكر فيه براسه أكتر من قلبه بكل شي وما يتعدى ما بقوله الأفردوز فيه أخذ أي قرار بدوية I do every thing it makes me happy الحرية شو غامضة هالكلمة وشو بتحمل معاني الحرية الحرية من شو الحرية من مين وشو يعني أنه يكون الواحد حر الإنسان من هو وصغير من اللحظة اللي بيصير فيها قادر أنه يتحرك ما بيعود يرضى أنه أي حدا يأيد له حريته من اليوم اللي بيبدأ فيه الطفل يدبدب أو يحبي بيصير من الصعب على أهله أنه يخلوه يقعد أو يتصرف متل مبدن وكلمة كبيرة شوي كلمة صارت مهمة الأهل بضبط تصرفات ولدهن أصعب الحرية شي موجود بتركيبتنا البشرية يعني من دون سابق تصميم بيلاقي الإنسان نفسه دايما عم يسعى أنه يعيش حياته بحرية الطفل الصغير ما بيقبل يعمل متل ما أهله بيطلبه منه لأنه بده يعمل الإشياء بحسب مزاجه وبحسب ما هو بيعجبه الولد الحدث بأغلب الأحيان بيعصى أوامر أهله لأنه بيعتبر أنه أوامره إلغاء لحريته المراهق بيرفض يستمع لنصايح أهله مهما كانت النصيحة وخصوصة إذا كان الموضوع بيتعلق باختيار أصحابه وبيعتبر أنه هالموضوع بيتعلق فيه هو وحده وهو وحده بحق له يقرر فيه وأول ما الشاب بيبلغ سن الرشد بفكر حاله حصل على حريته الكاملة يعني لا أهله ولا حدا بعد اليوم بحق له ياخد قرارات عنه لأنه صار حر ولكن يوم بعد يوم بيكتشف أنه حريته مازالت مقيدة مقيدة من أهله مقيدة من المجتمع مقيدة من العادات والتقاليد مقيدة من الأنظمة والأوانين مقيدة من إشي كتيرة وكل ما كبر الإنسان كل ما اكتشف أكتر أنه بعمره ما رح يصير حر لأنه مفهومه عن الحرية مفهوم خاطئ بمفهوم الإنسان حريته بتعني أنه يكون محكوم من نفسه بس ومش محكوم من أي حدا تاني والحقيقة بتقول أنه ما في حدا مهما كان كبير بالعمر أو كبير بالمركز إلا وفي حدا أكبر منه أو أعلى منه عم يحكمه والمثل اللبناني بيقول ما في كبير إلا وفيه اللي أكبر منه في ناس بيفكروا أنه حرية الإنسان بتعني أنه يكون قادر يروح مطرح مبده وبدون ما حدا يمنعه يعني الإنسان المسجون هو إنسان مسلوب الحرية ولكن الحقيقة بتقول أنه يا ما في ناس داخل السجون أحرار أكتر من ناس كتير عايشين بالقصور شو الفرق بين الحرية بحسب مفهوم العالم والحرية بحسب مفهوم الكتاب المؤدس سؤال رح يجاوبنا عليه الأسيس جيريس أبو غزيلي من الأردن نسمع الجواب مع بعض عند الحديث عن الحرية الشخصية الحرية بحسب مفهوم العالم وبحسب مفهوم الكتاب المقدس نجد أن هناك فرقا شاسع إن الحرية بحسب العالم تعني أن يفعل الإنسان ما يريد في الوقت الذي يريده وفي المكان وبالطريقة التي يريدها دون تدخل من أحد وقد تعني أيضا الفلتان إنه إطلاق العنان للرغبات للشهوات أريد أن أعمل ما أريد دون ضوابط دون تدخل من أحد ومع أن الله خلق الإنسان مخلوق عاقل أعطاه حرية القدرة على الاختيار لكن هذه الحرية كثيرا ما يسيء الإنسان استخدامها الحرية بحسب مفهوم العالم تؤدي أن يقع الإنسان في أخطاء تؤدي للخراب للدمار وهذا ما نجده في العالم تحت عنوان الحرية هل يمكننا أن نتصور بلد يعيش دون ضوابط دون قوانين دون أنظمة ماذا يمكن أن يحدث في بلد دون وجود حدود أو ضوابط أو قوانين تحت اسم الحرية لابد أن الفوضى تعم من هنا نأتي إلى مفهوم الحرية بحسب الكتاب المقدس الحرية بحسب الكتاب المقدس لا تعني أن أعمل ما يعمله الآخرين الحرية بحسب مفهوم الكتاب المقدس تعني أن أعمل ما يريدنا الله أن أعمله لا يوجد حرية بحسب فكرة الله دون وصية والله عندما أعطاه وأعطانا وصيا هاي لأجل خيرنا لأجل مصلحتنا قال المسيح عبارة تعرفون الحق والحق يحرركم الحرية بحسب العالم تولد قيود الإنسان يعيش في عبودية لكن عندما نأتي للحرية بحسب فكرة الله تعني تحريرنا هي لخيرنا أن نسلم أمورنا لالله هذا يعني أن نخضع لمشيئته هذا كله لخيرنا لبركتنا الله يريد أن يبارك عندما نخضع لكلامه لوصياه لفكره لا يوجد نجاح في الحياة إن أعملنا وصايا الله هي ليست لتقييدنا لكن لتساعدنا أن نختار ونصنع القرار الذي هو لخيرنا بحسب فكرة الله ومشيئته صديقتي وصديقي أنت كيف بتشوف الحرية أو شو هو مفهومك عن الحرية لأنه مفهومك عن الشيء اللي بتسعى لتحقيقه هو اللي بيحدد إمكانية حصولك عليه ولا لا هل بتفكر مثلاً أنه الهجرة من وطنك ممكن تحقق لك الحرية اللي عم تفتش عنها أو بتفكري صديقتي يمكن أنه مثل ما أنا كنت فكر طبعاً قبل أنه الزواج رح يأمن لك الحرية بقراراتك ومشاريعك ومخططاتك لحياتك الخاصة مثل ما قلت قبل شوي مفهومنا عن الشيء اللي منسعى لتحقيقه هو اللي بيحدد إمكانية حصولنا عليه ولا لا وحتى نفهم الحرية بأفضل طريقة لازم نشوف شو رأي الله بالحرية مش هو اللي خلقنا مش هو اللي خلق هالميلة طبيعي فينا للسعي نحو الحرية أصلاً لما الله خلق الإنسان خلقه حر لبل خلقه حتى يكون سيد ومتسلط على كل الخليقة اسمعوا شو بيقول لكتاب المؤدس بالإصحاح الأول من سفر التكوين وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى كل طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدبوا على الأرض أولاً بيقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا وبما أنه الله حر فهيدا بيعني أنه أكيد خلق الإنسان حر وبيرجع بيقول فيتسلطونا على كل الأرض وهيدا بيعني أنه هدف الله من خلق الإنسان هو أنه يجعله سيد متسلط مش عبد محكوم ولكن الشيطان أغرى الإنسان ودفعه حتى يخطئ وباللحظة اللي أخطأ فيها الإنسان فقد كتير من الامتيازات اللي أعطايها الله يوم اللي خلقه الرب يسوع بيأكد على هذا الموضوع وبيقول الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا مع إن الدنيا زحمة وكل شيء قريب وليا ألف صاحب وليا ميت حبيب مع إن الدنيا زحمة وكل شيء قريب وليا ألف صاحب وليا ميت حبيب لكني لسه عايش عايش أحساس غريب حاسس بإني بحدي حاسس فرغ رهيب دنيا جون حياتي فضط والفراغ ممدود فراغ الفكر واخدني معه لطريق مزدود زهاني من نفسي لأن المعنى مهوش موجود وبعيش أيامي زهاني من نفسي لأن المعنى مهوش موجود وبعيش أيامي زهاني من نفسي حتى لنا فكر القرية أصبح في حياتي حيوم زهاني من نفسي لأن المعنى مهوش موجود وبعيش أيامي الثهاني من نفسي لأن المعنى مهوش موجود وبعيش أيامي زهاني من نفسي هاتى لنا فكر القرية قَصبح في حياتي حيوم مفيش اي حاجة هتبني لحياتي غيرك انت وحدك سفاد المطار مفيش اي حاجة هتبني ايمان غيرك انت وحدك يا رب الحياة ونليل هرجع وسلم حياتي لانك خلاصي وطول النجاة ونليل هرجع وسلم حياتي لانك خلاصي وطول النجاة مفيش اي حاجة هتبني لحياتي غيرك انت وحدك يا فادي الخطاب مفيش اي حاجة هتبني ايمان غيرك انت وحدك يا رب الحياة مفيش اي حاجة هتبني لانك خلاصي وطول النجاة لانك خلاصي وطول النجاة تعرفوا اصدقائي قديش في ناس احرار من حكم الناس عليهم ولكن المستعبدين لشهوات وعادات كتيري بتشوف واحد يمكن مدير شركة او مؤسسة او اكبر من هيك بكتير هو حر وصاحب قراره ولكنه مستعبد لعادي سيئة مثل الإمار او المخدرات او غيرها وبيحاول كل الطرق يتخلى عنها وما بيقدر بتشوف مثلا طبيب مثقف ومتعلم وبيعرف كتير منيح ان الكحول والتدخين بضروا بالصحة وهو نفسه بيشرب كحول وبدخن وما بيقدر لا يبطل السجارة ولا يبطل المشروب وبتسمع واحد اوقات بيقلك انا بيقدر وقف التدخين سعة اللي بدي بس انا بيحب التدخين وما بدي بطله صحيح هو بيحب التدخين ولكن اذا بيوقف وقفة صادقة مع نفسه بيكتشف انه السجارة اللي ما بيتعدى طوله السبع سنتيمترات عم تستعبده وتدمر صحته وهو مش قادر يتحرر منه حكينا عن السجارة والمشروب والإمار والمخدرات وبعد فينا نحكي كتير عن الشهوة الجنسية والزنا والإدمان على مشاهدة الأفلام الخلاعية وغيرة 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 كتير من الاشياء والعادات اللي بتستعبدنا وبتستعبد الإنسان وبتسلب منه حريته فإذا العبودية بمعنها الحقيقة هي مثل ما قال الرب يسوع المسيح كل من يفعل الخطيئة هو عبد للخطيئة الخضوع لسلطة الأهل والآنون وأرباب العمل والمجتمع وأصحاب السلطة ما اسمع عبودية أبدا لأنه الله وضع الإنسان بمركز معين وهو الله نفسه اللي وضع السلطات وطلب مننا أنه نخضع له العبودية هي أنه يكون الإنسان عبد للخطيئة وبما أنه الخطيئة هي المستعبد الحقيقي فإذا يسوع وحده يسوع وحده هو اللي ممكن يحررنا من هالعبودية بحوالة 23 سنة أنا ظنت على صهرة راكصة بمطعم لبناني أخدت أول كاس عم بيأخدوا وعم برجوا فتنة ما بقى اكتفي أنه أنا أشرب صرت أنا بدي أعرف شو المشروب بصلت بمرحلة بقدر أقوله أنه ما بقى في نجات كان عمري 17 سنة ببلشت أسأل نفسي أنا وين رايح بعد الموضوع انحنات قدام المخلص العجيب قلت له أنا بحاجة أنك كون أنت المخلص الشخصي لحياتي بس فعلا بهديك اللحظات اختبرت الخلاص بس كون لصغر سني أنا كنت بعد مش مختبر شو العالم إلى ما أنصار عمري حوالة 23 سنة انعزمت على صهرة راكصة بمطعم لبناني شرقي وهنيكي بلشت الأفكار الثانية وقتا كنت أنا أقول وقتا كان عمري 17 سنة أقول أنا لشو بحاجة ليسوا بلشت هون تبلور عندي الحاجة إلى العالم والحاجة أن يكون أنا شخص مثل هيدول اللي عم يرقصوا وينطنتوا وينصرخوا ويسكروا ومفسوطين اللي بالوقت اللي أنا ما اختبرت هيدا شي فرحت بنظرة إلى العالم وبسهرة كانت غريبة بالنسبة لأيالي كشخص ملتزم إلى شخص ملتزم قاعد على كرسي بمحل في عالم ورأس وأصوات غريبة بالنسبة لأيالي ما كنت مختبرها قبل فمن شخص ملتزم إلى شخص قاعد مع أشخاص غير ملتزمين فرحت على سهرة تانية اللي هي طبعا بنايت كلاب أخدت أول كاس عم بيأخده عم برجه في كنتي لأنه ما بعفشو بيقدي ما بعفشو بيخليني عز فصرت اشرب أول كاس وحسب تنميل وحسب الدوخة حسهم فعلا مبسوطين طبعال أنا شو المشكلة إذا بشرب شوية غمر ويكون مبسوط ويال مشكلة وشوية ميوزيك وشوية رأس وبرجع بيتي وبرجع الأحد ع كنيستي وكأنه شيئا لم يكن وفعلا بلشت عامول هاكي من كاس لكاسين لأمينة من رأسة لرأسات لبنت لبنات لأخر شيئا صرت ما بقى اكتفي إنه أنا أشرب صرت أنا بدي أعرف شو المشروب نغمست بالعالم لأخر درجة بشكل إنه أنا بطلت إنسى العجميسي بطلت رد على الصوت الخفيف صوت الروح الكدس اللي بيقلنا بيبكتنا بيعلمنا بيعزينا بيغيرنا هيدا الصوت بطل صرت بعرفه وبعرف إنه ميزه بس وليكي بطل بدي رد عليه لأنه العالم أخدني قدمع نال العالم ومحبة العالم أخدتني والشيطان لعب فيه لعبة كتير كبيرة صرت أشتغل أنا بارتندر البارتندر بعيش حياة حياة كلها نون ستوب بدون توقيف عن الشرب لأنه ما في واجه العالم إذا كان بالشرمان فبهالمرحلة هيدا بطلت أشعر بإنسانيتي كإنسان مسيحي كإنسان مخلص كإنسان بحاجة إنه إنزل ع كنيسي ما بق عندي وقت أني ميز ما بق عندي وقت أني حس وصلت لمرحلة بقدر أقولها أنه ما بق في نجاة فأنا هوني بقول أنه كنت بوب الميت أنا هون فيه يقول أنا متت ما بق عندي أي حال ما بق عندي أي قوة أصلا لقاوم لما ظهر الملك ليوسف وبشروا بأنه الإديسي مريم العذراء رح تحبر من الروح الأدوس قالوا أنها ستلد ابنا وتدع اسمه يسوع لأنه يخلص شعبهم من خطاياهم أنا وأنتو أصدقائي منعرف كتير ناس حاولوا مرات عديدة يتخلصوا من عادي سيئة عم تحكم حياتهم وفشلوا أو يمكن اتكلوا مرات على قوة إرادتهم ونجحوا لفترة معينة ورجعوا وقعوا يمكن تكون أنت كمان يا صديقي حاولت كتير مرات تتحرر من قيود موجودة بحياتك وفشلت اليوم أنا حابب ذكرك بيلي قاله الرب يسوع المسيح كمان مرة قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا شو اللي جاب رك تعيش عبد بالوقت اللي فيه مين قادر يحررك صدقوني أصدقائي الحرية الحقيقية هي إنه الإنسان يكون عنده علاقة مع الله ويكون متأكد إنه الله راضي عنه شو إلا معنى الحرية إذا ما أعطت الإنسان سلام وفرح وراحة ضمير شو اللي ممكن يعطي الإنسان السلام الحقيقي والفرح الحقيقي وراحة الضمير الحقيقي إلا ما غفرت الخطايا ومين قادر أو مين بيحق إله يغفر الخطايا إلا الله وحده يسوع دفع ثمن خطيانا كلها على الصليب وآخر كلمة قاله قبل ما يموت قال قد أكمل يعني بلغتنا البسيطة لحساب واصل واليوم أنا وأنتو أصدقائي قادرين نستمتع بمغفرة الله الكامل لجميع خطيانا تسألوني كيف؟ بالتوبة والإيمان بإنه يسوع المسيح تقلم ومات من أجل خطيانا وقام من بين الأموات وهو اليوم حي وقريب من كل واحد مننا ومستعد يدخل على حياتنا ويحررنا إذا نحن طلبنا منه هالشي استمرت حالتي بالضياع وبالموت وبالانهدار والانهدار إلى أسفل وأعمق الخطيئة استمرت حوالها ست سنين ست سنين ونص إلى أن المفاجأة الكبرى كنت بليلي من الليالي كينهار سبت كنت عم جاهز البار طبعي وأنا تعبين بشكل أنه مش قادر بقى أوقف عجرية حاسس بتعب نفسي وجسدي وأرهاق لا يوصف فجهزت البار بشكل سريع وبشكل مختصر جماعة الستاف يلي بيقدروا يغطوا محلي على البار في حال إجا أي شخص حيبي بيشرب قبل السهرة وقلت لهم أنه أنا فيه ترتاح شوي ريح وإذا أجا حدا نعيتولي بهديك اللحظات فتت على قوت تلموني بالنيت كلاب عدت بهدي اللحظات أنا وحاطت راسي بين إيدي وعن فكر وتعبين أنا بطلع راسي على الرفوف تبع قوت تلموني فيه رفوف بيحطوا علي الغراض وقس بيطلع هيدا الكتاب بيوجي بيطلع محطوط بيتعرف بها الطريقة فأول كلمة قلتها بدون ما اتطلع بهيدا الكتاب إذا فعل الإنجيل اللي أنا بعرفه ولا لا قلت له وكأنه بقلبي تأكدت قلت له يسوع لهون لحقني لأنه صارت العملية بطلت عيان اللي عم شوفه صارت عملية روحية بيني وبين يسوع اللي حسات الغرفة اتسكرت علي ضبطت وكأنه ما بعم بسمع أصوات الموسيقى برا الخفيفة ما بعم بقدر شوفش إلا هيدا شريطة الحمرة حسات مثل ضو كبير بقلب القوضة هو ما كانش في ضو حتما ولكن أنا شعرت بهيدا النور بروحي وبأعمائي من جوا سحبت هيدا الكتاب طبعا طلع مكتوب العهد الجديد والمزامير عم بلقات الكتاب وإيدي كانوا مش عم بيقدر يهدوا ورقات الكتاب مش عم بيقدر عارف شو عم بيصير معي تحديدا بالصدمة اللي صدمني فيه يسوع فتحت الإنجيل بيطلع لي ضغري أنا وغم بفتح بيطلع لي على متة خمسة وعزة الجبل إن فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس سمعت صوت واضح وبعلن أنه صوت واضح قدام الكل رجع لعندي وقال له هتنداس ما قدرت عملت أي شيء إلا أنه دموع عم تنزل وتلقت قدامي دموع ساكتي أنا سميتها الدمعة الصامتة والقلب المتكلم وصوت عم يصرخ من جوة من قلبي وعم بيقول له يا رب رحمني صوت رحمي صوت رحمي رحمني 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 وأنا من هون رايح أنا تحت أمرك أنا بعرف أنه أنا ذكرت حالي أنه أنا مغسل بدمك يا رب وأنا شخص لألك ولكن أنا بعت عنك قدرت بهديك اللحظات شكرت يسوع أنه غسلني بدمه ورشعني كأب نضال اختبرت خلاص المسيح واختبرت الأبد الضال كيف بيرجع لعندي مسيح طلعت من هيد القوضة ورحت على البار إنسان تاني إنسان حياته مش أقلبة طلعت على البار عم بتطلع بالخمر وكأنهم أدوات ما بقى حالي حط إيد عليهم صار البار مش بس مركز ليجوا العالم تشرب صار مركز ليجوا العالم تسمع عن يسوع وعن تغيير الخطيئة بتكبل ولكن يسوع بحرر أنا فيها أعترف قدام كل العالم من هديك اللحظة لهلأ الخطيئة موجودة ولكن ما أنا شغل فيها لأنه اللي ساكن فيي أعظم بكتير من الخطيئة وقاوة بكتير فالخطيئة ما بقى تسود عليّ الخطيئة صارت بعيدة عن حياتي وبعيدة عن جسدي اللي بيسود عليّ هو الروح الكدس وعمل المسيح على الصلي دعوتي لكل إنسان خاصة عم يسمعوني تعوني يسوع كلمة صغيرة قبل ما أختم وقول لكل العالم يسوع بحبكم لا يسعلى عسلك يا عالم أنا بإلهي شبعان مرّى المي اللي بطع فيها عمر ما تروي العدشان دا يسعلى عسلك يا عالم أنا بإلهي شبعان مرّى المي اللي بطع فيها عمر ما تروي العدشان إذا كنت صديقي بدك تحصل على الحرية الحقيقية وتختبر غفران الله الحقيقي والكامل لخطيئك ما لك إلا تجي لعند يسوع وتطلب منه هالشي وإذا كنت بحاجة لأي مساعد بهالخصوص اكتب لنا على العناوين اللي عم بتشوفهن قدامك على الشاشة ونحن مستعدين نجاوبك على كل أسئلتك وتذكر أنه الرب يسوع المسيح قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحراراً لقائنا لليوم انتهى أصدقائي بعطيكم موعد بحلقة جديدة ومن الآن حتى حين موعدنا بلكن الله معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر